اشتركوا في القناة أمام إصرار قوم لوط على كفرهم وطغيانهم وانغماسهم في المنكرات والفواحش وعدم الإيمان بنبي الله لوط عليه السلام سأل لوط عليه الصلاة والسلام ربه أن نصرط عليهم لما أصروا على كفرهم وتمادوا في غيهم قال تعالى حكاية عن نبيه لوط عليه السلام رب نجني وأهلي مما يعملون وقال قال رب انصرني على القوم المفسدين أراد الله تبارك وتعالى نصر نبيه لوط وإهلاك أولئك الكفار الخبثاء فأرسل الله عز وجل إلى قوم لوط ملائكة كراما لإهلاكهم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ليقلبوا قراهم عاليها سافلها وينزل العذاب بهم وكانت لهم مدائن أربع وكان عددهم يزيد على أربعمائة ألف فمر هؤلاء الملائكة الكرام في طريقهم إلى قرى قوم لوط على إبراهيم الخليل عليه السلام بأمر الله تعالى وكانوا قد تشكلوا بصورة رجال حسان الوجوه فبشروه بغلام حليم وهو إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب وأخبروه أنهم ذاهبون للانتقام من قوم لوط أهل سدوم وتوابعها وأن الله أمرهم بإهلاك أهل هذه المدائن الذين كانوا يعملون الخبائث وتدميرها وعندما سمع إبراهيم عليه السلام ما قال له الملائكة وما أرسل به من العذاب تخوف على ابن أخيه لوط عليه السلام أن يصيبه القلق فقال لهم إن فيها لوط فأخبروه بأنهم أعلم بمن فيها وأن الله عز وجل سينجي لوطا وأهله إلا امرأته الكافرة التي لم تؤمن به وصارت تعين أولئك الكافرين على هذا العمل الخبيث يقول الله تبارك وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وقال تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين وقال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط قيل إن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن كان يرجو من قوم لوط أن يجيبوا نبي الله لوطا ويسلموا ويقلعوا عن غيهم وضلالهم لذلك لما علم أن رسل الله الملائكة جاءوا لينزلوا العذاب بقوم لوط ويدمروا عليهم قراءهم ويقلعوا عن قوم لوطا ويجادلهم في ذلك قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود قيل قيل إن رسل الله الملائكة الكرام عندما سمعوا جدال إبراهيم في قوم لوط قالوا له يا إبراهيم أعرض عن هذا يعني الجدال إنه قد جاء أمر ربك أي بعذابهم أي قد جاء عذاب ربك فليس بمردود لأن الله قد قضى به وهنا تنبيه مهم يظن بعض جهلة المتصوفة أن معنى أواه أن إبراهيم كان يذكر بآه وهذا غير صحيح فإن الأواه من يظهر خشية الله تعالى كما ذكر الراغب الأصفهاني في المفردات وقد صح عن ابن مسعود أنه قال الأواه الرحيم رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح خرجت الملائكة من عند نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وتوجهوا نحو قرية سدوم وهي أكبر قرى قوم لوط في الأردن وكانوا قد جاءوا بصور شبان جميل الصورة اختبارا من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم ولما وصلوا القرية عند الظهيرة جاءوا إلى نبي الله لوط فدخلوا عليه في صورة شبان مرد جميلين تشرق وجوههم بنظارة الشباب والجمال ولم يخبروه في البداية بحقيقتهم فظن نبي الله لوط أنهم ضيوف جاءوا يستضيفونه فرحب بهم وخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم غيره ولكنه عليه الصلاة والسلام اغتم من دخولهم عليه وقت الظهيرة لأنه خاف عليهم من أولئك الأشرار المجرمين ولا سيما أنهم كانوا من حيث الصورة في منتهى الحسن والجمال وخشي أن يكون قد رآهم واحد من قومه حين دخلوا عليه فيذهب فيخبر قومه لذلك أشفق نبي الله لوط عليهم وخاف من قومه أن يعتدوا عليهم قال الله تبارك وتعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أي شديد بلاؤه حيث كان يدرك خبث نفوس قومه وفساد طويتهم وكان قومه عليه السلام قد اشترطوا عليه ألا يضيف أحدا ولكنه رأى أن استضافة من جاءه أمر لا محيد عنه خوفا عليهم من شر قومه وفسادهم وشذوذهم وسرعان ما حصل ما كان يخشاه إذ خرجت امرأته وكانت امرأة كافرة خبيثة خبيثة تتبع هوا قومها فأخبرت قومها وقالت لهم إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط وما إن سمع قوم لوط الخبر حتى أقبلوا مسرعين يهرعون إلى بيت نبي الله لوط عليه السلام يريدون الاعتداء على ضيوف لوط عليه السلام وأخذ نبي الله لوط عليه السلام يجادل قومه المفسدين بالحسنى ويناقشهم باللطف واللين لعل فيهم من يرتدع عن غيه وضلاله ودعاهم عليه السلام إلى سلوك الطريقة الشرعية المباحة وهي أن يتزوجوا بنات القرية وأن يكتفوا بنسائهم ولا يعتدوا ولكن قومه الخبثاء رفضوا نصيحته وصارحوه بغرضه مسيء من غير استحياء ولا خجل وقالوا له ما لنا في بناتك من حق يريدون أنهم ليسوا في حاجة إلى بنات القرية وأخبروه أنهم لا يرغبون لا يرغبون إلا في أولئك الشبان الحسان الذين هم في بيته ضيوفا عند ذلك ازداد همه وغمه عليه الصلاة والسلام وتمنى أن لو كان له بهم قوة أو كان له منع أو عشيرة في قومه فينصرونه عليهم يقول الله تبارك وتعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ويقال إن لوطا عليه السلام كان قد أغلق بابه والملائكة معه في الدار وأخذ يناظر ويجادل قومه من وراء الباب وهم يعالجون الباب ليفتحوه فلما رأت الملائكة ما يلقى نبي الله لوط عليه السلام من كرب شديد أخبروه بحقيقتهم وأنهم ليسوا بشرا وإنما هم ملائكة ورسل الله قدموا وجاءوا لإهلاك هذه القرية بأمر الله لأن أهلها كانوا ظالمين بكفرهم وفسادهم وأمروه أن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلا قبل طلوع الصبح لأن موعد إهلاكهم سيكون في وقت الصبح يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عما قال الملائكة لنبيه لوط عليه السلام قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ويروى أن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام لما جعل يمانع قومه أن يدخلوا بيته ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون ويريدون فتحه استأذن جبريل عليه السلام ربه في عقوبتهم فأذن له فخرج عليه السلام إليهم وضرب وجوههم بطرف جناعه فطمست أعينهم حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر فانصرفوا يتحسسون الحيطان ويتوعدون ويهددون نبي الله لوط عليه السلام عند ذلك قال نبي الله للملائكة متى موعد هلاكهم قالوا الصبح فقال لهم لو أهلكتموهم الآن فقالوا له أليس الصبح بقريب يقول الله عز وجل ولقد اراودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد اصبحهم بكرة عذاب مستقر يقول الله تعالى حكاية عن ملائكته وما أخبروا به نبيه لوط عليه السلام قالوا قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أمر رسل الله الملائكة نبي الله لوط أن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلا قبل طلوع الشمس وأمروه بترك الالتفات لألا يرى عظيم ما سينزل بقومه الكافرين من عذاب وأن امرأته ستلتفت ويصيبها ما أصاب قومها فقد ذكر أنها لما خرجت مع زوجها لوط عليه السلام وسمعت صيحة العذاب وما نزل بقومها التفتت وقالت وقوماه فأصابها حجر فأهلكها مع الهالكين وجاء قوم لوط من أمر الله ما لا يرد ومن العذاب الشديد ما لا يصد يقول الله عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد لقد أدخل جبريل عليه السلام الذي وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين ريشة واحدة من أجنحته في قراهم ومدنهم وكانت أربعة أو خمسة واقتلعهن من أصلهن وقرارهن بمن فيهن من قوم لوط الكافرين وكانوا كما قيل أربعمائة ألف شخص وما معهم من البهائم فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمع الملائكة الذين في السماء الأولى أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها أي لم يردها كما كانت وإنما ردها مقلوبة بمشيئة الله وقدرته من دون تعب ولا مشقة وأرسل عليهم صيحة من السماء وأمطر عليهم حجارة من سجيل يقول الله تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ويقول تعالى في آية أخرى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أن يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم من السماء قيل أي معلمة مكتوبا على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليها ويقتله ويقول تبارك وتعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمار والمؤتفكة هي قرى قوم لوط عليه السلام قيل أي قلبها فأهوى بها منكسة عاليها سافلها وغشاها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة وكانت مسومة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه وما إن أشرقت الشمس حتى كانت القرى بمن فيها خرابا ودمارا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والله أعلم وأحكم موعدنا مع سيرة سيدنا شعيب عليه السلام في الحلقة القادمة بإذن الله فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته